أكد اسموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات الهوائية يمتلك مقاومات احترافية عالية في تعامله المميز مع السباقات الأوروبية وحرص الدراجين على تطبيق الرؤية الهادفة إلى مواصلة الترويج لمملكة البحرين في المحافل الخارجية وأشاد سموه بفوز الفريق بالمركز الأول في طواف بنيلوكس تور الذي أقيم في هولندا وبلجيكا عبر الدراج المتميز سوني كولبريلي بعد أن تمكن من حصد المركز الأول بجدارة واستحقاق بشعار البحرين فيكتوريوس وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات العديدة التي حققها الفريق يؤكد المكانة المتميزة للفريق والمستويات الفنية العالية التي يمتلكها الدراجون مشيرا سموه إلى أن الإنجاز سيعطي قوة إضافية للفريق ودافعا معنويا عاليا للدراجين في السباقات المقبلة وأضاف سموه أن كوكبة الدراجين المتميزين في فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات الهوائية يمتلكون الروح العالية التي يظهرونها في السباقات والتي تؤهلهم إلى المنافسة القوية والصعود على منصة التتويج دائما متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح في المشاركات المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر